اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والرئيس مجلس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المفادة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل زلالة الميك للعمال الخرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وكان سمو الشيخ خالد بن حمد بمناسبة ختام مشاركة البحرين في هذه الدورة أن هتين النتيجة المشرفتين جاءت بفضل ما توله القيادة الرشيدة من رعاية ودعم دائمين لقطاع الشباب ورياضة لسيما لرياضة ذو الإعاقة بما سهم في تسجيل ظهرهما المشرف وتحقيقها للإنجازات للرياضية البحرينية الأمر الذي منحها تواجدا قويا بين جميع المنتخبات بمختلف المحافل والمشاركات الإقليمية والقرية والدولية وضاف سموه أن الحكومة الرشيدة استطاعت ترجمة توجيهات الملكية السامية ملدني عهل البلاد المفدى عبر تنفيذ هذه الخطط والبرامج الهدفة لتطوير البنية التحتية للقطاع الرياضي بالمملكة وأوضح سمو الشيخ خالد أن ما يبذله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من جهود واضحة في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التطويرية ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في رياضة ذو الإعاقة والذي كان له الأثر الإيجابي في تحقيق الحضور القوي لها بمختلف مشاركتها وحصدها للإنجازات وأبرزها ما تحقق اليوم في الألعاب شبه الأولمبية وقال سموه أعرف عن فقري واعتزازي بتحقيق رياضة ذو الإعاقة البحرينية الميدالية الذهبية التاريخية بالألعاب الفرالنبية التي استضافتها مدينة وريو دي جانيرو البرازيلية وضف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نهنى الاتحاد البحريني لرياضة ذو الإعاقة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن دعيج الخليفة وجميع الأعضاء بمناسبة تحقيق اللعب فاطم عبد الرزاق الميدالية الذهبية في هذه المشاركة واحتلال اللعب ريب العمري المركز السابع عالميا بلعبة رمي القرص فالإنجازين يعكسان الجهود المبذولة من قبل إدارة الاتحاد التي وضعت البرامج الكفيلة لتطوير هذه الرياضة بما سهم في ارتقاء المستوى العام للمتخب الوطني لتحقيق هذه النتائج ورفع اسم البحرين عالميا بل عاليا في هذه المحافل وقد شون سمه بالمستوى المتميز الذي ظهرت به اللعبتين في هذه المشاركة والذي يؤكد أنهما تتمتعان بقدرات وإمكانيات عالية استطاعتا من خلالها تحقيق هذه النتيجة المشارفة مضحا سمه أن اللعبتين نموذجين حقيقين ومشارفين لتحدي الإعاقة والإصرار على تحقيق الهدف المنشود وقدران سمه في الوقت ذاته الجهود التي بذلها الجهازين الفني والإداري والتي أهلت اللعبتين لهذه المشاركة وتحقيق هذه النتائج المتميزة